الناس بيتماشي النهاردة عايز اتكلم على حاجة يمكن البعض بيلعب فيها كتير قوي وبيتكلم عليها عشان يسير العلاقة بين الاهلي والاسماعيل بصوا اللي انا عايز اقوله على مدار السنين اللي فات كلها العلاقة بين النادي الاهلي ونادي الاسماعيلي علاقة طيبة جدا وتاريخية من زمان من قديم الازل البعض بيحاول تشويها دلوقتي ليه؟ لمصالح خاصة بس علشان يفسد العلاقة بين نادي الاهلي ونادي الاسماعيل ودايما بيحاولوا يشيروا الفتنة لكن خلي بالكم جمهور ومسؤول الناديين بيعلموا الحقائق التاريخية اللي بين الناديين والجمهور الواعي هو اللي بيقدر العلاقة اللي بين الفرقتين والعلاقة الطيبة واللي هتفضل طول عمرها طيبة يمكن العلاقة بين الناديين مش عايز اتكلم عليها دلوقتي لان دلوقتي في ناس بيقولوك زي ما بقولوكم كده حابة يعني تعمل ايه؟ شوية حاجات تعكر صفوا العلاقة بين الاهلي والاسماعيل ولكن على مدار السنين فاشلوا في الحاجات دي على مدار السنين فاشلوا في الحاجات دي ويا ما شوفنا لعيبة من النادي الاهلي بتروح لاسماعيل ولعيبة من النادي الاسماعيلي بتيجي النادي الاهلي وما فيش اي مشاكل يمكن تصريحات النجوم بتاعت الاسماعيلي القدام اللي هما بقى إحنا بنعتز بهم قوي ممكن أنا واحد زي يمكن قديم شوية كابتن علي بوغريشا والكابتن سيد عبدالرازق بازوكا والكابتن الكبار بتحزمان اللي انا عشرتهم وتفرقت عليهم وتمتعت بلعبهم يعني كفاية أن كابتن علي بوغريشا كنا مسامينه فاكهة الكرة المصرية فعلا كان فاكهة الكرة المصرية كابتن علي بوغريشا اللي دلوقتي كل ما بيخرج في الإعلام أو بيروح أي برنامج دايما يتوجه له السؤال ده يقولوله ايه العلاقة بين الاهلي والاسماعيل وانتا شايف ازاي العلاقة بين الاهلي هم بيعايزين يجرجرون ان هو يقول كلام مش كويس بالعكس هي العلاقة اصلا كويسة انتوا ليه عايزينه يقول كلام مش كويس على طول الكابتن علي بغريشة بيجاوب يرد عليهم وبيجاوب بوقعية لان هي دي الحقيقة النادي الاهلي طول عمره طول عمره على مدار السنين كلها علاقاته كويسة جدا 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 مع جميع الاندية والنادي الاسماعيلي بالذات من الاندية دي يمكن الكلام ده مش هيعجب البعض لان البعض ده عايز يصير الفتنة اسماعيلي بيمر بظروف صعبة الفترة اللي فات ظروف صعبة جدا ويمكن اول ما الاسماعيلي فكر انه يجيب لعيبة راح للنادي الاهلي وشوفنا الكابتن علي بغريشة والكابتن اعمال سليمان ومندوبين من نادي الاسماعيلي راحوا قاعدوا مع الكابتن الخطيب وقاعدوا يتكلموا احنا عايزين اللاعب ده وعايزين اللاعب ده وعايزين اللاعب ده وكان كل بكل اريحية الكابتن الخطيب بيتكلم معهم اللي انتوا عايزينه اللي انتوا عايزينه هو هي دي علاقة النادي الاهلي بجميع الاندية وعلى رأسها نادي الاسماعيلي هي دي علاقة النادي الاهلي ايه الحقيقية بجميع الاندية سيبكم الكلام اللي بتقال والكلام اللي بيثار مش دي الحقيقة ابدا. وإلا ما كانش النادي الاسماعيلي بخاطة الكابتن علي ابو جريشا واللجنة براسة لجنة الفنية براسة الكابتن علي ابو جريشا والكابتن اعمال سليمان جمل النادي الاهلي يطالب كابتن الخطيب الكلام ده. استحالة.